السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متسبعي قناة التعليمية أحذبت اليوم أن أتقاسم معكم هذا الملف ميزانيتي وهو ملف إكسيل شامل وقابل للتعديل يتضم عدة معطيات تتعلق بإجمالي الدخل والمصروفات الشهرية والمدخرات الشهرية والرسيد المتبقي فهو يساعدنا في القيام بعدة حسابات تتعلق بمصاريفنا الشهرية ولتنظيمها إن شاء الله كما تشاهدون واجهات الملفية كالآتي إذن هنا عندنا إجمالي الدخل الشهري وإجمالي المصروفات الشهرية كالمثال إجمالي التوفيرات الشهرية والرسيد المتبقي وهنا نسبة الدخل المصروف إذن أول شيء سوف نتعرف عليه هو الدخل الشهري نقوم بملء هذه الخانة بمدخولنا الشهري مثلا سبعة آلاف أو ستة آلاف ذرهم وإذا كنا نتوفر على مصدر دخل تاني يمكن أن نضيفه هنا وأن نضيفه هنا أيضا مصدر دخل تاني ثم نأتي إلى المصاريف الشهرية فكمثال هنا وضعنا الإيجار أو الرهن العقاري فواتير المنزل كالكهرباء والماء والهاتف المأونة الشهرية الهاتف المحمول قرض السيارة مصاريف السيارات مصاريف المدرسة صحة الترفيه ومصاريف متنوية يمكننا أن نقوم بتغيير هذه المصاريف بالضغط عليها مرتين ثم نقوم بكتابة المصاريف التي تتعلق بمصرفين الشهري ثم هنا نقوم بكتابة المبلغ الخاص بهذه المصاريف ثم الخانة الموالية وهي خانة المدخرات يعني إذا كنت أريد أن أقوم بالإدخار مبلغ معين أقوم بكتابتي هنا ثم يمكن أن أحدد التاريخ هنا وأيضا المبلغ هنا ثم نعود إلى الواجهة الرئيسية كما تلاحظون فهنا تم تغيير نسبة الدخل المصرف هنا إجمال الدخل الشهري كمثال 7000 درهم إجمال المصرفات الشهرية 3850 درهم إجمال التوفيرات الشهرية 500 درهم والرصيد يعني المبلغ المتبقي وهو 2650 درهم فهو ملف قابل للتعديل يعني يتضمن معطيات سهلة مصاريف ومدخرات والدخل الشهري يقوم بحسابات ثم نحصل على ميبيان وعلى مجموعة من المعلومات تتعلق بمصرفاتنا الشهرية وشكرا جزيلا لكم وبالتوفيق إن شاء الله